موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم يسام واليوم ارجعت لكم بفيديو جديد كثير منكم حابين يعرفوا كيف يصيروا محترفين بلعبة موبايل ليجنز وهذا الشي صراحة صعب تشرحه بفيديو أو فيديوهين أو الثلاثة حتى فأنا اليوم قررت تساوي سلسلة جديدة ألا وهي أنه صير حلل مباريات الام بي إل اللي ما بيعرف شو هي الام بي إل هي بطولة موبايل ليجنز للعرب والفايز فيها بيتأهل لبطولة العالم لموبايل ليجنز وهي الام فور وام فايف وام سري والقصص هاي وهي اللي ما بيعرف بـ 12 معنى رح تبلش بطولة الام بي إل أونلاين يعني بعد تقريبا عشرة أيام فقلت لحالي اليوم منساوي فيديو تجريبي عن تحليل وإذا عجبتكن السلسلة منكمل بباقي مباريات الام بي إل اللي حتصير بعد عشرة أيام تقريبا ففيديو اليوم باختصار حنحلل مباراة من مباريات الام بي إل اللي صارت قبل 3 شهر تقريبا أو شهرين يلي كانت بين فريق جي إكس ضد فريق أوريجن وبصراحة الفريقين قدموا أداء أسطوري بالبطولة وهي حتكون أحد مباريات النهائي فإذا عجبتك السلسلة الجديدة لاتس تحط اللايك تقلي رأيك بالسلسلة تحت بالتعليقة شان أعرف إذا أنا أكمل بهاي السلسلة ولو أوقفها وما إلها داعي وباختصار هذه السلسلة ستعلمكم كيف تساوي بان كيف تساوي بيكات تعلم وتعرف شو كان الخطأ بهي المباراة وممكن هذا شيء يفيدك ويزود لك خبرتك بلعبة موبايل لجنز فهو إذا عجبتك السلسلة تسعط اللايك تشترك بالقناة إذا لم تشترك فعل زر جلس لنصلك كل فيديو جديد وعلى بل مطول المقدمات أكثر خلينا نبدلش مثل المشاعفين قدامكم هاي المباراة كانت المباراة الثانية بالبطولة سنرى بعض البيكات والبانات ونرى ما هي الأخطاء التي حصلت في المباراة ونرى لماذا الفريق خسر ضد الفريق الثاني فلاتس جو ونبدأ سيكون جي اكس سكواد على اليمين وتيم أورجين على اليسار كبان أول قرر كما تقول عبود كما تقول عبود الفريق اليمين هو فريق جي اكس وفريق اليسار هو فريق أورجين كما ترى أول شيء هو بان لينك كما نعرف لينك واحد من المتا الحالية والسابقة والصراحة لينك بطل كثير أوبي وصعب أنك توقفه فبان لينك بان كثير صحيح كما نرى جي اكس بنات فلنتينا فلنتينا أحد الأبطال التي تعتبر ميتها دائمة في لعبة موبايل لجن سليش قد ما أكلت نرفات فلنتينا الألت تبعها تساويها ميتها الألت تبعها تأخذ أي ألت من الخصم يعني باختصار أنت عندك أطلس إذا الفريق الخصم عنده فلنتينا سيكون عنده ألت أطلس فهذا الشيء يعطي أدفانتيج للفريق الذي معه فلنتينا فبان فلنتينا بان صحيح البان الثاني لفريق أورجن كان 1-1 مثل ما نعرف في السيزن الحالي 1-1 أحد الميتها وأحد الأبطال التي توقفهم خاصة إذا فتحت الألت وخاصة إذا شخص يعرف يلعب 1-1 ويعرفت مركز صح فبكل بساطة 1-1 تقدر تفتح الألت تبعها من التانج وبعدها ممكن تفوت على الماركس من أو الميج تقدر تقتله بكل سهولة بالألت فبان 1-1 بان صحيح دعنا نذهب قليلا على سريع البان الثاني كان بان جروك هذا اسمه تارجيت بان تارجيت بان يعني أنا أعرف الخصمي اللي ضدي بعرف شو بيستخدم بعرف إنه هذا الشخص اللي ضدي بيقدر يستخدم جروك بشكل كتير قوي كتير قوي فأنا بند له هذا الشيء اسمه تارجيت بان ففريق GX بندوا جروك لأن فريق أورجن عندهم لعب جروك وكان كتير قوي والبان الثالث هو ديروس كمان اسمه تارجيت بان نفس الشيء مثل ما حكينا قبل شوي وإيف أحد الميتة القوية اللي بتسبب سلو إفكت للخصم وبتخليهم بالتيم فايت كتير بطيئين فهي كتير مفيدة فمشان هيك إيف بان كتير صحيحة دعنا نتعل البيكات المشي على السريع شوي كارينا غنيا من التعريف أحد أفضل جنجلرز حاليا وصابقا فكارينا بيك كتير قوي وكتير أوبي الجي اكس هياخدو خافير أو شافير اللي هو كمان واحد من الميتة وبصراحة بيك كتير أوبي انجلا كتير منكم حيستغربو ليش بيك انجلا انجلا ما لها من الميتة ليش بيك انجلا فرس بيك فعليا إذا فريق الجي اكس أو فريق أخذ كارينا فإذا أخذوا انجلا معها فكارينا صارت صعب تتوقف فهنين أخذوا انجلا عواضما ياخدوها فريق الأرجن لكي يستطيع التوقف كارينا وانجلا وتصبح كارينا كتير صعب انك توقفها فهنين بيأخذوا انجلا بهذا الوقت ماشي على السريع أزميرالدة أحد البكات الأسطورية كسايد لين أزميرالدة من النوع اللي صعب تقتلو على اللين تابعه فأزميرالدة كمان بيك صحيح ومثل ما شفنا أخذوا باكسيا فلو الفريق الخصم ترك لهم انجلا وأخذوا باكسيا وكارينا وانجلا الصراحة الجيم رح يصير شبه مستحيل إنه ينربح لأنه الكمبو صار خرافي وكمبو كتير قوي وصعب يتوقف وبنفس الوقت فريق الأرجن أخذوا باكسيا مثل ما قلنا من النوم كما يأخذوا الخصم وبنفس الوقت باكسيا بيك كتير قوي فمنمشي البكات على السريع مثل ما حكينا هون فريق الجي اكس أخذ فاني كثير منكم حيقول فاني بيك غلط بس اللي عم يستخدم فاني هو ايزن ايزن أحد أفضل الجنجلرز بلعبة موبايل ليجنز مو بأس عربيا حتى عالميا الصراحة ايزن شخص مرعب بالجنجلرز فبيك فاني سيكون بيك كتير صحيح هلأ هيك انت بالبطولة تظهر انه الفريق الخصم شو محتاج فهون الجي اكس شاف ان الفريق الأرجن محتاج ميج فبنده كغورا وبنفس الوقت فريق الجي اكس محتاج سايد لين وماركس من ففريق الأرجن منطقين اللي حين بند يا اكس بي لين يا اما ماركس من وحيكون البان هو ماشا ماشا كسايد لين بالكاونتر ازميرالدا فبان ماشا بان كتير صحيح بان الاخير لفريق جي اكس كانت بوبا وكوبا فبندوهم واحد ميج وواحد ماركس من فريق الخصم محتاج ماركس من وميج فهيك انت بتتعلم فريق الخصم شو محتاج كابانات شو محتاج ابطال تحاول انت تصغر له المجال وتبند له ابطال يلي ممكن تزعجك على هذا اللين والبان الاخير لالوريجن رح يكون روبي متل ما شفنا جي اكس اخذ بياتريكس 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 ماركس من ممكن بالليد جيم وان شوت وان كيل حرفيا لان شو فريق الوريجن شو هياخد بياتريكس حاليا انا برأي هون فريق الوريجن ظلت بالبياتريكس صراحة من رأيي الشخصي كلينت بيك كتير اوبي ما بقول لا وفارسة كمان كتير اوبي يعني كلينت وفارسة صراحة دمج عالي كونترول على الماب من فارسة كلينت دمج بيخوف بالليد جيم او الارلي جيم بس للاسف انت هيك ما اخدت كونتر لافاني يعني فارسة صح بطل كتير قوي بالتيم فايد ممكن تعطيك مساحة وفيجين و سيطرة على التيم فايد بس بنفس الوقت تاركت كتير سهل لافاني فانا برأيي كميج غلط تاخد فارسة بهذا الموقع فمتل ما قلنا فارسة برأيي بيك غلط لانه او الال طبحة خليها سابتة و هيكون تاركت كتير سهل فانا برأيي الشخصي لو كانت لوي بيك افضل بكتير من فارسة لانه هيك فانا اخدت راحتها ما عندها ولا كاونتر ما فيه ولا استان بالنسبة لفاني ففانا هيكون اخد راحته بالجيم كامل فبرأيي بيك فارسة غلط بيك الاخير سيكون ساكواد جي اكس سيكون اورينوس اورينوس غني عن التعريف كيس ملاكمة حرب لا نهائية بينه وبين ازميرات سيكون على اكس بي لين فممكن انت بالتين فايد تلغي شي اسمه اكس بي لين ما في دايلات قنيك ولا تساوي اي شي لانه فهيك بالنهاية صارت البيكات كاملة من الغيين سيكون في حرب طاحنة بين كلينت و بياتريكس جنغلر بخوفوا بس متل ما قلنا انا برأييه نقطة ضعب فريق الوريجين هي فارسة بهاد الجيم فخلينا نشوف ننتقل هلا على الجيم ونشوف شو راح يصير هلا هيك بلش الجيم بيكون متل ما انا شعيفين منوشات عادية بالميدلين ما شعنا وشات طبيعية ما صار اي شي هون باكس عم يحاول يزعج فاني شوي على البوف يعني محاولة بسيطة وفاني اخذ البوف هون فاني فات على كل كل سريعا انا برأييه هون باكسيا غلط انت عم تلعب ضد فاني بالإيرلي جيم فاني بالإيرلي جيم بطل من اقوى الابطال باللابة فليش اخذ ريسك ومقرد الزيادة لعندها فانا برأييه هذا اول غلط من فريق الوريجين متل ما قلنا بالإكس بي لين رح يكون حارب طاحنة ما حيكون فيه لنهاية ما في داعي يعني هون غانك سريع ليفل اثنين وليفل ثلاثة نساوي غانك على ماكس من بس بنفس الوقت فريق الخصم فهيصر هون حارب طاحنة بالإيرلي جيم كمان مثل ما قالنا فاني 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 بالإيرلي جيم صعب يتوقف خاصة من التفيد بالإيرلي جيم يب هاي غلطة مثل ما قالنا هاي غلطة باكسيا انه بالإيرلي جيم عطى فاني كلد سهل ليخلها تفرم اسرع 200 جولد زيادة من اول الجيم خلى فاني تسيطر على المباراة من بداية الجيم مثل ما قالنا ما في ولا كاونتر لفاني ففاني حياخد راتو بالجيم كامل هون عم يصير شوية ضرب بين أورينيس و كارينا و أزميرالدا بس أورينيس صعب يموت صراحة أورينيس صعب يموت فاني هون أخذ تورتل سهل صراحة محدة قدر يقرب على فاني لأنه كان في فايت بين أورينيس والجنغلر فبراعي كمان هون غلط الجنغلر اللي هو كارينا هون متل ما كنا ملاحظين فاني قدر يفوت على فارسا اندارتور ليش لأنه فارسا صعب كثير تساوي شي قدام فاني مثل ما قلنا فارسا هدف ثابت بالنسبة لفاني فمثل ما قلت لكم أول الفيديو فارسا بيك غلط ضد فاني رأيي الشخصي فارسا بيك غلط هون فاني مع انجيلر مثل ما كنا ملاحظين فاتل عنده على بيس تقريبا وخافية ينهي فارسا بالألتمت وهون كلينت راح يموت بكل سهولة بسبب فاني متل ما حكينا صار في عليه ضغط بياد ريس كمان أولا من كلينت صارت بالأيرلي بداية الجيم كانت كاسحة بالنسبة لجي اكس فبداية غير موفقة من فريق الارجن بس بداية موفقة جدا من فريق الجي اكس ومتل ما كنا ملاحظين فريق الجي اكس دائما عم يحاولوا بما انه فرق صار في فرق جولد فبيحاولوا دائما يأخذوا تورتل بيحاول دائما يساوي غانج بيحاول دائما يقتل قوة الخصم اللي هنن كلينت وفارسا بحيس انه ما يدروا يفرموا فهذا هو اللابس صح من طرف فريق الجي اكس من طرف ايزن تحديدا خلينا نكمل نشوف شو فائلات كمان صارت متل ما قلنا هون ازميرالتا وورينوس عم يتخانعوا كارينا ايجد تساوي غانج انا برأيي هون كارينا ما كان لازم تساوي غانج على اورينوس لانه انت هيك هيك مضيق وفي النهاية انت مستطيع تقتلو لورينوس فانا برأيي غانج على اورينوس اكبر غلط انت هون بالنسبة لك كارينا لازم تحاول تساوي غانج على ماركس مان تحاول تتفيد عليه بحيس انك تحاول تلحق فاني الخصم برأيي هاي غلطة تانية من ارشيفين مع انه هو جنجلر مرعي ما من الا من قدرات الارشيفين بس برأيي غانج على اورينوس كان اكبر غلط انك تضيع وقت عليه متل مملاحظين فاني اخذ راحته ليك وين فات الصراحة فات ناح البيس ليش لانه صار في فرق صار في فرق فارم اولا ثانيا فاني ما عنده كاونتر فبياخد راحته بالجام متل ما اننا خطأ بالبيكات متل ما انكم لاحظين فاني لحد تلقات الفارسة ثلاث مرات او اربع مرات فهذا غلط بك برأييه الشخصي ومتل ما انكم لاحظين مو بس انه عم ياخد كلات يقول خلاص مات في داعي لاخد ترتل لا هذا اكبر غلط لازم تاخد الترتل حتى لو اقامل فريقك مسيطر على المباراة حتى تزيد فارم فريقك كوبة موجود يحاولون يفوت عليه وي انجلة فاطنه ما ايزن ممكن يجيب الكاله بالفرق لاحظوا فأيني اخد راحته بشكل كتير كتير اخد راحته صراحة ما في ولا كاونتر ولا ستن ستن واحد من كلينت اللي هو بالسكند وصعب يصيبه ما كثير بيأثر على فاني فبراييي اكبر غلط ما اخدت ولا كاونتر لا فاني مثلا انا عوض ما اخدت كلينت كان فيك تاخد موسكوف صح موسكوف مالو من المتة بس موسكوف ليد جيم او بعد الميد جيم بصير دمجه كتير عالي ممكن يسيطر على المباراة وهو بنفس الوقت كاونتر لا فاني فبراييي ممكن موسكوف كان بيك صح ضد فاني بس بنفس الوقت حيعاني كتير ضد بياتريكس فالموضوع بين البيانين بس بنفس الوقت حيعاني كاونتر فاني وهيك بيكون عندهم كاونتر لفاني بس مثل ما قلنا بيكات كانت غلط بالنسبة لفريق أوريجن واذا بلاحظين أورينيس اخد راحته فرم أورينيس صار بفوت عندهم على البيس ما عنده اي مشكلة صار في فرق غولد ما يقارب 6000 هذا الشيء كثير وزيادة وعنده اوكا اي مشكلة اي نحن لاحظين فاني ما عم تنزل دماء مثل ما شفتوا فاني وان فاني اخذ بالزيادة فرق فارم اي نرجع من الايض اللقطة هون لاحظوا طلقوا على فاني فاني او انجيلا تنزل فرق فارم يفوت على كارينا بكل بساطة راحت على فارسه حبل فاني اخذ راحته بزيادة وزيادة فرق فارم ورينس كيس ملاكمة بياتريكس فاتد ضربة بضربة والصراحة الجيم شبه منتهي يعني صار فرق فارم كبير 8000 تقريبا 7500 7700 فهذا فرق فارم كبير عالي وصعب تحاول تعوضه لازم تحاول تلعب سيف اندر تور او اندر بيس حتى بما انو عندهم فاني فالجيم شبه منتهي صراحة من بدايته مثل مملاحظين هم بالتين فايت هم فارسة صراحة ادريت تدمج انجلا بشكل حلو كارينا ادريت تقتلى بس طلعوا على فاني طلعوا على فاني فورا انترك التين فايت راح على فارسة اتلى بكل سهولة طلع عبرات التين فايت واتلى بكل بساطة بكل سهولة مثل ما قلنا برأي بيك فارسة بيك غلط اسف بعرف اني عدت هاد الحكي كثير بس انا برأيي سبب الخسارة هو عدم اخرت كونتر لفاني بيك فارسة غلط بداية الجيم غلط بالنسبة لالتانك تبع فريق اوريجن لانو فايت فاني بالأيرلي جيم هم مثل ما كون شايفين فاني فات لعندهم بين الخمسة وما دروا يقفوه ليش لانو ما عندهم ولا سطن ما في ولا كاونتر فاني اخذ راحته حركات كابلز فريستايل اورينوس مو بنائس غير يفوت لعندهم على الباس لجوة 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 واذا ملاحظين اورينوس مع مي دروا يقفوه ليش فرق الفان فاو تكون فرق الفان الصراحة الجيم منتهي يعني هنا فريق اوريجن هون الحلون الوحيد ان يلعبوا سيف قدر المستطاع يحاولوا يصاوه الجيم لات game بس الصراحة دعياء داعش نتيجة 16 واحد فالصراحة شبه مستحيل ان يتواصل لات game والخسارة قريبة جدا يعني الصراحة الجيم شبه منتهي يعني انجيلا عم تزعج كارينا فبرأي game ينتهي اثنين عم يضربوا اورينوس مع ميتأسر مع فارسا ولا ساولو شي فرق الفارم واضح بشكل كتير كبير هون فريق جي اكس اخدوا اللورد بكل بساطة بيدون اي منازعة من فريق الوريجن بسبب فرق الفارم مثل ما حكينا اول الشي يعني فرق الفارم بيخليك تاخد راحتك انت بس بنفس الوقت ما لازم ترخي عزيمتك وقت يكون في فرق فارم قود لورد قود تيرتل حاول تقتل دمج الخصم لا دخلي هون يفرموا وحاول انهي باسرع وقت ممكن وهذا الشي اللي عم يساوي فريق الجي اكس وفريق اوريجن عم يحاولوا يصمدوا قدر المستطاع ضد هجوم فريق الجي اكس صراحة عم يلعبوا بشكل صح يعني هلأ حاليا فريق الوريجن عم يلعبوا بشكل صحيح انه عم يلعبوا بشكل سيد ما عم يخاطروا ما عم ياربوا لقدم فلعبهم صحيح مية بالمية هاي هون اجي اللورد متل ما كون شايفين اتوقع هذا الهجوم النهائي فاني فات لجوه اخذ دابل كيل اخذ دابل كيل تربل كيل صراحة متل ما كون شايفين فاني فاني اخذ راحته بالتيم متل ما كون ملاحظين بيان شخص واحد اللي عم يقاوم اللي هو ازميرالدا وبيان باكسيا وصراحة ما هيدر يدافع مستحيل الجيم من تهين وهون كانت نهاية الجيم فمتل ما شفتو هات هو الجيم تبعنا تبع الان بي ايل اللي كان تاني جيم من نهاي الان بي ايل ميناي اللي صار قبل شهرين متل ما قالنا اخطاء فريق الورجن اللي خلطتن يخسروا هات الجيم لهنين بيك فارسة عدم اخذ اي كاونتر لفاني فاني اخذت راحتها بالزيادة بالجيم وبرأي كان ممكن يبندوا فاني اذا ما بقدروا يوقفوه وايزم معروف انه بيلعب فاني بشكل مرعب زائد باكسيا باول دقيقة فيد فاني وعطاها فرس بلود لهذا اللي خل فاني ياخد راحته بزيادة ويفرم بشكل اسرع بكتير من كارينا خلهم يخسروا الجيم فانتو اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات شو كانوا اخطاء فريق الوريجن غير اللي انا ذكرتهم واذا عندك رأي تاني اكتب ليها تحت بالتعليقات ولا تنسوا تكتبوا لي رأيكم تحت بالسلسلة الجديدة اللي احكينا عنها واكيد اذا اعجبكم لازل تحطوا اللايك تشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشاركين لحتهلا وتفعلوا زر الجراز اشان يصلكم كل فيديو جديد وقام معكم اسلام ونشوفكم بداية جاية سلام موسيقى موسيقى موسيقى